موسيقى إنك تكوني في جامعة ناشئة بعيدة عن القاهرة بمسافة يعني أقرب نقطة من السكنية تبعد حوالي ساعة وربح فأنتي عندك رحلة في الزهاب والعودة كل يوم وعندك كمان وقت فري بزي تبقى مشغولة فعلا جدا جدا علشان تقدري تعملي مهمك الوظفية وتاخدي بالك من خمس تلاف طالب وطالبات توفر لهم المناخ الآمن اللي بيقدروا يتعلموا ويبتكروا ويبقوا جاهزين لسوق العمل دي حاجة حقيقي مش سهلة خالص سباشيلي إن أنا عندي طلاب من كل أنحاء الجمهورية جايين من مختلفة بثقافات مختلفة جايين بباكراونز مختلفة وكمان بيتعلموا في مجالات مختلفة من أول الطب والجراحة والتمريض والصيدالة والأسنان وكمان الفنون والتصميم والإدارة الأعمال والتكنولوجيا الصحية التطبيقية يعني حاجات كتيرة مجالات كتيرة جدا فده بيخلي التشالنج أكبر لكن زي ما قلت لك هو الباشن والرغبة في النجاح هو اللي بيخلي الواحد ياخد كل الرحلة دي كل يوم وهو سعيد جدا ومبسوط وبيدور على إيه الجديد اللي حيقدر يعملوا النهاردة في حيات الطلاب دي زي هيقدر يأثر في حيات الطلاب والطالبات شكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر